كتبت أكثر من مرة أنه لا شيء جديد تحت الشمس بالنسبة للإيزيديين لأنه ما حدث في عام 2014 هو حلقة من تاريخ متصل يطلق عليه الإيزيديون تاريخ الفرمانات والفرمان هو كلمة معادلة للجينوسايد أو للإبادة الجماعية شكلت هذه الإبادة ضربة قاصمة لهوية المجتمع الإيزيدي وعملت فعلا على فقدان ثقته على مستوى أفقي ما بين مجتمع الإيزيديون ومجتمعات العراقية الأخرى وعلى مستوى عمودي ما بين الفرد الإيزيدي والسلطة بكافة مستوياتها وبالتالي تصبح إعادة بناء الثقة مهمة أساسية في هذا المجال وعلى المستوين الذين ذكرتهم لا بد أن نعيد ثقة المجتمع الإيزيديون ونحاول أن نتفهم الحساسيات الثقافية والاجتماعية يعني المجتمع الإيزيدي بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعادة بناء قدرات بالكامل وترميم الذات الإيزيديية من جديد وإعادة ثقة بالسلطة ولا شك إذا حاولت أن أركز على هذه النقطة إعادة بناء الثقة بالسلطة والحكومة الاتحادية وجميع السلطات على كافة مستوياتها المحلية والإقليمية والوطنية إنصاف الضحايا يعني أنا أعتقد حلقة مهمة في إعادة بناء الثقة ولا شك أنه صدور قانون الناجيات الإيزيديات في عام 2021 كان واحد من الخطوات المهمة في هذا المجال والقانون يشكل خطوة مهمة لأنه يعترف أولا بأن ما حدث للإيزيديين في عام 2014 هو جريمة إبادة جماعية يعني هذا أول اعتراف رسمي بأن ما حدث للإيزيديين هو إبادة جماعية بالإضافة طبعا إلى الاعتراف بهذه الجرامع لفئات أخرى مثل التركمان والشبك والمسيحيين اللي أيضا مشمولين في هذا القانون ثانيا يقر ببعض الحقوق لبحايا الإبادة الجماعية ورتب القانون مجموعة من الحقوق التي تحتاج فعلا إلى تنفيذ يعني العبرة أنا أقول دائما ليس في إصدار قانون إيجابي وإنما بتنفيذه بطريقة حكيمة وعالية يعني ما الذي يعيق هذا التنفيذ إذن دكتور يعني يرمم ثقافة مجتمع الإيزيدي من جديد أخذتني النقطة يمكن أنا ما أمرت تحكي بها الآن بس بما أنه حجيت على قانون إنصاف الإيزيديات أو تحديدا قانون الناجيات الإيزيديات وشنو اللي يعيق تنفيذ من 2021 لهذا يعني القانون صدر في ظل ظروف انتقالية بين الحكومة السابقة والحكومة الحالية وتعرف كان هناك تحضير للانتخابات المبكرة وأيضا كان يفتقر إلى التخصيصات المالية وما تزال طبعا قضية التخصيصات المالية يعني تمثل تحدي كبير لتنفيذ هذا القانون لأنه القانون رتب إنشاء مديرية لتنفيذ هذا القانون هي مديرية الناجيات الإيزيديات التي هي تابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مثل هذه المديرية يحتاجها لها قدرة تشغيلية يحتاجها لها تخصيص موارد مالية فكان من الصعب في البداية أن تخصص لها موارد حالة صدور القانون وكان هناك انتظار ريثما تصدر تعليمات لتنفيذ القانون وتكفلت بعض المنظمات الدولية طبعا بسد الفراغ يعني من ضمنها الآية ومن منظمة الهجرة الدولية التي دعمت هذه المديرية في البداية وفيما بعد خصصت في عام 2022 تعرف كان هناك قانون للطوارئ أو للدعم الطارئ خصص مبلغ 25 مليار دينار عراقي لتمويل هذه المديرية طبعا صرفت منها 16 مليار وبقية المبلغ تم إرجاعها كأمانات لكن ليس قضية التخصصات المالية فحسب وإنما الكادر المديرية من الموظفين اللي أغلبهم منسبين من الوزارة اللي يحتاجون إلى تدريب وإلى عدد تأييد يعني نقدر نختصرها نقول ماكو إرادة حكومية حقيقية دكتور حتى أروح فاصل ونكمل وراء الفاصل ماكو إرادة حقيقية من الحكومة نعم يعني في توجد إرادة سياسية حاسمة لحل هذا الموضوع ولتخصيص هذه الموارد لكن الأمر يستغرق إلى وقت وإلى بناء قدرات وإلى مجموعة من العناصر اللوجستية التي إذا صار مجال يعني نتحدث عنها بالتفصيل ترجمة نانسي قنقر